معك دكتور خالد عكاشة تبعنا منذ الأشهر الأولى للحرب المستمرة على قطاع غزة الحديث عن اليوم التالي هذه الخطط بشكل عام التعدد الذي نتابعه هل سيدفع بالتوجه مباشرة نحو المضي قدما في تنفيذ صفقة أم سيعرق الجهود الهدنة مساء الخير تحياتي أستاذ حازم العزيز والسادة الضيوف الكرام والسادة المتابعين جميعا يعني أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أنها انخرطت في عملية الوساطة منذ أشهر امتدت منذ جولات باريس واحد وصولا إلى هذه الجولة الحالية التي من المفترض أنها يوضع لها اللمسات الأخيرة من أجل أن تشهد النور ويبدأ تنفيذها بالفعل كل هذه الفترة التي انخرطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط أصبحت ملمة بكافة التفاصيل لديها المام كامل أيضا بكافة التعقيدات لدى الطرفين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي لديها رؤية كاملة لكل ما كان سببا فيه تعطيل وإجهاد جولات عديدة من المفاوضات كنا قريبين للغاية من إتمامها لكنها لم تتم وتعثرت على طريق التفاوض كل هذه الأمور تجعل الولايات المتحدة الأمريكية نظريا يفترض أنها تمتلك رؤية لكيفية صياغة اليوم التالي على اعتبار أنها جلست مع كافة الأطراف لا يمكن استبعاد جولات وزيري الخارجية ومديري الاستخبارات الأمريكية في المنطقة ولقاءها بكاف ولقائهما بكل الزعماء والقيادات العرب أكثر من مرة أعتقد الدول الأكثر اقترابا وانخراطا في هذا المشهد أيضا قدمت للولايات المتحدة الأمريكية عديد من الرؤى الواقعية كل هذه الحزمة وكل هذا الخليط من الخبرات يفترض أن ينتج خطة متماسكة واقعية لديها تماس حقيقي مع طبيعة المشهد وتعقيداته حتى لا ننتقل بالألغام التي تسببت في تعطيل جولات الهدنة كي ندخل بها إلى ألغام تعطل وتعرقل مصاري اليوم التالي الذي يتلهف عليه الجميع ليس الفلسطينيين أو ليسوا سكان قطاع غزة وحدهم ولكن الإقليم بكامل وباته ينتظر هذه الانفراجة التي تحمل عنوان اليوم التالي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر